ثبت يصنعوا الحدث سياسياً وإعلامياً بعد تفق ميالطاهرة معطيات دفعت بالأحزاب السياسية لدقي نقوص الخطر واقتراح حلول لمعالجة الملف قبل فوات الأوانة التفاصيل مع أحمد مدني بعد موجة الجدل التي خلفها ملف تدفق المهاجرين الأفارقة في الجزائر والتي ترجمتها تصريحات متضاربة لهيئات رسمية ومنظمات حقوقية جاء الضور على مكونات الطبقة السياسية لتدخل هي الأخرى على الخط لعرض رؤيتها لحلحلة هذا الملف لما يكون نزوح ألاف وألاف وألاف يتسربوا فسطهم ينجموا يتسربوا فسطهم إرهابيين سراق شلي الجزائر مرحباً بهم الأفارقة ولكن فرق فرق نعمل ندام ليس ما حمنا بش الحضر 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 يغلو بالقدار نشوف نحاول نحافظ على الشي اللي يجي المعارضة بدورها لم تشد على القاعدة في تسوية مشكل نزوح الأفارقة مؤكدة على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني والوضع القانوني على حد سواء نحن اليوم مع هذه الظاهرة قلنا لابد أن نتعامل معها كبلد مستقل في إطار الاتفاقيات الدولية التي تحكم مثل هذه الأمور فنحن اليوم لا نطالب بإبعاد هؤلاء أو رمهم إلى خارج الحدود ولكن نقول لابد من الاهتمام بهم صحياً واجتماعياً إلى غير ذلك والاهتمام كذلك أولاً وأخيراً بمواطنينها البحث عن حلول تسوية ملف الهجرة الغير الشرعية للأفارقة في الجزائر خطوة في الاتجاه الصحيحة لكن تسريع معالجة الملف أصبح أكثر من ضرورة لتفادي أي مفاجأة مستقبلاً ترجمة نانسي قنقر